كود مصرية متوصلة في استقبال المرضى والمصابين من أشقائنا في غزة حتى تم الإعلان عن تجهيز وزارة الصحة المصرية لسيارات إسعاف وحضنات على معبر رفح وده الاستقبال 35 طفل من حديث الولادة من غزة لعلاجهم ورعايتهم صحية القرار تم العمل عليه بشكل عاجل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتابع تفاصيل ما يدور يومياً أو لحظة بلحظة مع أشقائنا في قطاع غز نتعرف أكتر مع الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة صباح الخير على حضرتك يا دكتور صباحاً نتعرف من صحياتي لحضرتك ولمشاهدي صباح الخير حابين في البداية نتعرف من حضرتك على الأعداد اللي تم استقبالها حتى الآن من أطفال قطاع غزة لرعايتهم صحياً داخل المستشفيات المصرية الحقيقة نستقبل يومياً في المتوسط من 40 إلى 50 تقريباً احنا بنتقلم على 39% من الأعداد اللي تم استقبلها هي من الأطفال حواء كانوا مصابين في رتيجة للخط أو الأطفال اللي مصابين بالأوران وبالهم أكثر من شهر اللي هيتلقوا علاجهم لكن فده المتوسط اليوم يعني لكن احنا مش بس بنستخبل الأطفال لا هنستخبل في أطفال وفي كبار الثاني وفي نساء الحقيقة أنه يعني هناك الكثير من الأطفال دائماً حيث نسبة النساء مثلاً حدوى 20% من إجمال المصابين نسبة الأطفال اللي أم أقل من 18 سنة متكلم على 39% طيب تفاصيل تجهيز وزارة الصحة لسيارات إسعاف والحضانات على معبر رفح لاستقبال الأطفال اللي موجودين زي ما حضرتك ذكرتك اللي هو قعد التعطف في العمل من المستجفى الشفاء في عدد من الأطفال الفتج المستجرين اللي كانوا موجودين في الحضانات بعد توجيه سيد الرئيس بسردان التعطف كان وإن سكان الدخار حركوا عندنا أكثر من 35 سيارات إسعاف مجهزة بحضانات أطفال متنقلة موجودين في المعبر باستعداداً لوحول هذه الحلالات نحل الأطفال في الوضع العادي هي مثلا تحتاج إلى مهارة فما بالك لما يجبوا كمان محتاجين إلا حضانات وفتجين الحمد لله سواء الحواقن الطبية أو السيارات الإسعافية مجهزة تماماً الإسعاف والمعبر مثلها حاب نتعرف من حضرتك على طبيعة الإصابات والحالات القادمة من غزة خصوصاً للأطفال وإحنا نتكلم على قصف مستمر وإصابات حروب تكون دقيقة وبالغة الدقة للغاية يعني خلينا أقول الحقيقة أنه ما فيش حالة تعالي من إصابة تحتاج إلى تخصص صدي واحد الحقيقة أنه أغلب الحالات إن لم يكن جماعها تحتاج في التعابل معها إلى أكثر من تخصص صدي جراحة هواية دموية، جراحة جوق وعصاب، جراحة عظام، جراحة تجميل، خروق ده بالإضافة لي تخصصات الرعاية المركزة لكن أبتكلم على التعامل للجباشة فحجم الإصابة ما فيش حد يصابته إصابة واحدة لكن تجد الحر مصابت مع بسر في الأطراف ممتاز مع انتجار في أعضاء الجسم الداخلية تجد تكثير في العظام، تجد مع انتجار في مخلط العين فالحقيقة إن شاء الضاية في المخفى الداخل للتأثير على الحركة والكلام فالحقيقة إن حجم الإصابات هي معقدة جداً وصعبة جداً ونسأل الله تعالى لهم هالسلاج بنشكر حضرتك دكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة